لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ولكن الحل العقلاني الذي ينراه أنه يجب أن تكون هناك أول شفافية بخصوص صحة الرئيس إذا كانت المؤسسة العسكرية والمسؤولين الفاعلين في صناعة القرار في الجزائر أرادوا أن يستعيدوا ثقة الجزائرين أولا عليهم أن يتعاملوا بشفافية مع وضع الرئيس إما ينشروا تقريروا الطبي والمعلومات المتوفرة أو إظهاروا مهما كان الوضع الذي فيه إذا كان تعافى حتى لو كان يكون ضعيف يتحدث إلى الجزائريين ولو جمل قليلة وهذه دليل الشفافية لأنه ليس عيب أن الإنسان يمرض هذا كلنا نمرض وكلنا معرضين إلى ما تعرض له الرئيس عفنا الله وإياكم ولكن حتى إذا ظهر وهو ضعيف الجلد على الله أعظم عادي جدا ليست هناك مشكلة مشكلة هو مريض ما هو كان في نزهة سياحية وبعد ذلك تظهروا في هذه الحالة مما قد تترتب عليه الكثير من التأويلات أيضا المسار الدستوري في حالة أن الرئيس كل المعطيات المتوفرة تقول أنه عاجل صحي أنه أو أنه لا مجال إلى عودته إلى وضعه الصحي الطبيعي الأحسن أنه الجزائر تتجه ضمن المسار الدستوري المسار الدستوري هو الأأمن لأنه أي مسارات أخرى ستزيد في تعفين الوضع ومن قال لكم أنه إذا دخلنا في مرحلة انتقالية عن طريق هذه التعينات وعن طريق هذه السيناريوات ستصل بالجزائر إلى شاطئ الأمان فهو يوهمكم فقط الأحسن أن يكون مسار دستوري سواء أو الأفضل أن يكون بالدستور القديم لأن الدستور هذا لا شرعية له اعتماده سيزيد أكثر في تعفين العلاقة بين المواطن والسلطة بين الشعب ومؤسسات الدولة لأن هذا الدستور قابله نحو ثلاث ملايين جزائري من بين أكثر من خمس وربعين مليون جزائري كسكان وهيئة أناخبة تتكون بأكثر من أربع وعشرين مليون أعتقد بأنه إذا تم اعتماد هذا الدستور والانطلاق منه في سيناريوهات جديدة إلى ما بعد مرحلة التبون وفق هذا الدستور أعتقد بأنه سيزيد في تعفين الأوضاع وسيزيد في الهوى بين الشعب والدولة فقط ولا يكون إلا حل لا يفكر فيه من لديه ذرة من المنطق والعقلنية وحبه لوطنين أيضا أنه يجب أن تكون هناك انتخابات رئاسية نزيها انتخابات رئاسية من نزيها تفتح فيها المجال حتى للحراك الشعبي خلي الجزائريين هم اللي يختاروا رئيسهم وأي رئيس يختاره الجزائريون خليه هو اللي مارس مهامه تستعيد ثقة المواطن في الدولة وتحفزه على أن يتحول إلى مرحلة البناء بالفعل إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الجزائر ليس وضع الاجتماعي فقط والاقتصادي أيضا وضع عدم ثقته في مؤسسات الدولة وهذا أخطر وباء يهدد الدول بتفكيكها عندما يفقد المواطن ثقته في مؤسسات دولته في رئاسته حكومته ووزاراته بلدياته وولاياته كذا كذا كل المؤسسات وهذه كارثة حقيقية على السلطات أن تفكر في مصار دستوري يفضي إلى انتخابات رئاسية نزيها وشفافة يشارك فيها الجميع وعلى الفاعلين في الحراكة الشعبية أيضا أن ينضموا في هذا الإطار أو أن تكون إطار مسار الدستوري إلى ما بعد تبون وفق هذه الرؤية هذا الأفضل أنا أقول هذا الكلام في حالة أن الرئيس أصبح عاجز أو قد يتوفى نسأل الله تعالى له طول العمر والشفاء أو أنه سيبقى مريض إلى إشعار آخر أما إذا عاد وصحيح أنه في صحة جيدة كما يدعون وسيظهر في صحة جيدة في هذه الحالة على الرئيس إيس أنه يأتخذ الكثير من الترتيبات والقرارات سنتحدث عنها في مداخلة أخرى ما خاطر هناك بلا أدنى شك مخاطر جمع من كل هذه الصنياريوهات التي تحدث هذه التحدث لم تدرس بعناية ولم يكن الخبراء الحقيقيين الفعليين الصادقين في رسمها ستؤدي إلى تأزيم أوضاع الجزائر وقد تدفع الشارع مجددا إلى الحراك هناك عوامل كثيرة متوفرة الآن أقوى مما كانت عليه في العهد الخامسة لبوتفليقة ستدفع الشارع الجزائري إلى التحرك مجددا في ظل هذا الوباء مما يعرض البلاد صحيا وأمنيا إلى مخاطر جمع سيندم عليها الجميع سيندم عليها من يخططون إلى الصنياريوهات سيندم عليها المواطن سيندم عليه كل جزائري في ذرة من حب هذه البلاد التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء والمجاهدين واستمكنوا من هزيمة الحلف الأطلسي فلا يجب أن نكون صغار أمام تحديات كبيرة في مثل هذه الضرب أيضا لن يقتصر الأمر على هذا فقط بل أنه سيتم هدم تلك المكاسب التي تم جنيها في المرحلة السابقة هذه خاصة بالنسبة للمؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية حققت الكثير من المكاسب في عهد القيد صالح ورغم الانتقادات التي وجهت إليها بلا أدنى شك ولكن هناك مكاسب كبيرة حققتها لا يجب التضحية بهذه المكاسب في ظل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد أمر آخر أنه إذا لم تراعى لهذه العوامل التي نذكرها من شرعية شعبية وشفافية ونزاهة وديمقراطية حقيقية وجدية في التعامل مع التحديات ستكون الجزائر محل ابتزاز دولي من طرف الهيئات وشفنا الاتحاد الأوروبي لائحة غير الملزمة التي أصدرها مؤخرا ربما ستصدر ألوائح أخرى وبصيغة قد تكون أصلا بصيغة أخرى تفرض على الدول الأوروبية أن تتخذ إجراءات ضد الجزائر قد تصل إلى حتى إجراءات عقابية أو شيء من هذا القبيل لذلك الجزائر ستكون محل ابتزاز دولي إذا لم يتم ترتيب البيت الداخلي وفق صيغة مرضية للجزائريين ويفرح بها الجزائريون وتغلق أبواب أي تدخل خارجي مهما كان لونه ومهما كان نوعه إن الأمن القومي الجزائري في مفترق الطرق ويجب أن تأخذ هذه الأمور بما عناية تامة المرحلة صعبة الرئيس مريض غائب الحروب تشتعل على الحدود أزمة كورونا في الداخل أزمة الفقر الوضع الاجتماعي الشعب الجزائري في عمومه غير راضي على ما يحدث في البلاد عاد اليأس من جديد إلى قلوب الشباب صاروا يفكروا في الحرقة ويفكروا في أشياء أخرى كل هذه الأمور وكل هذه العوامل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لحماية الأمن القومي الجزائري من مثل هذه المخاطر الأمن القومي الجزائري في خطر حقيقي إذا لم تكن هناك عقول واعية وواعدة في التعامل مع هذه المفاجآت التي لم تكن في الحسبان وفي التعامل مع هذه التحديات التي تتصاعد وتزداد أمام دولة بلا أدنى شك هشة اجتماعيا وهشة اقتصاديا وهشة سياسيا وهشة حتى أمنيا مهما كانت قوة الأجهزة ومهما كانت قوة المؤسسة العسكرية إلا أنها في ظل دولة مريضة بمعنى الكلمة وشعبها لا يفق في مؤسساته الحكومية وفي مؤسساته الرئاسية وغير ذلك أعتقد بأن ذلك مهما كانت قوة الجيش سيجعله جيشا ضعيفا لأن الجبهة الداخلية هي أهم عامل من عوامل القوة لأي مؤسسة عسكرية لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر